يهلا فيكم اليوم بنحضر الفطرة التركية من ألذ الأطباق المشبع اللي راح تغنيكم عن أطباق رئيسي ثاني ويلا نبدأ العجنة راح يكون فيه كل شي على ثلاثة ثلاثة كوب دقيق ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة ثلاث ملاعق كبيرة سكر ملعقة صغيرة بكنج بودر ملعقة كبيرة خميرة فورية ثلاث ملاعق كبيرة زيت ثلاث ملاعق كبيرة زبادي كوب ماي دافي ونعجن بعدها نغطيها بالبلاستيك وبعد البلاستيك نضع القماش بعد ما تخمر العجينة نكون حذرنا الحشوة طبعا حسب الذوق رشة دقيق نقسم العجينة إلى قسمين نبدأ نفرد ونفرد حسب مقاص الصينية اللي استخدمناها نستخدم صينية دائريتي في الوسط بدت أفردها نطلعها على الأطراف عشان وقت الأغلاق يكون سهل هننضيف أي حشوة لعم وفروم حشوة دجاج براحتكم حسب ذوقكم بعدها نضيف شوية من جبن الموزرلا بعدها نتجه للجزء الثاني من العجينة نفرد قد ما نقدر عشان يكون أكبر من حجم القالب نستفر في الفرج بعدها نبدأ نضعه نغطي فيه ونبدأ الأغلاق عشان كذا أنا قلت لكم نرفع العجينة للأطراف عشان يسهل لنا عملية الأغلاق طبعا التشكيل من فوق حسب ذوقكم بعدها حليب مبخر عشان يطلع للمعة حلوة وبعدها حطيت سمسم طبعا بعدها على الفرن تقريبا الحرارة 180 نضج تماما نشيك بالسكينة نشغل الشواية من فوق هذا بعد الفرن العجينة طلعها الطرواة جدا عالي طبعا بعد الفرن على طول تغطونها تتركونها تقريبا ربع ساعة مغطية بعدها تشيلونه وتشوف النتيجة ترجمة نانسي قنقر